اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تعمل قناة على اليوتيوب ولا تعف ان انت تعمل فيديوهات اساسا على اليوتيوب طبعا الانترنت فيه منه عشان تقدر ان انت توصل نت لو انت مش عندك نت يعني فيه كزا شركة من شركات الانترنت طبعا انا انصحك بشركة اه اتصالات لانه تعتبر افضل شركة في الوقت الحالي وبعد شركة اتصالات شركة اه اورانج تمام كده منصحكش خالص بشركة وي لان شركة وي كل الناس اللي مشتركة في الشركة ديات اكيده عارفين هم اه الشركة ديات بتعمل اه فيهم وانا واحد من الناس اللي مشترك في الشركة ديات المهم مش هنتكلم عن شركة وي ولا هنتكلم عن اي شركة خليونا بقى نتكلم طيب لو انت بقى مش عايز ان انت توصل نت ممكن ان انت تشتري راوتر من المحلات او ان انت تشوف واحد صاحبك عنده راوتر قديم تاخده منه وتاخد وصله من اي حد من جيرانك مثلا وتوصله منصحكش خالص ان انت تنشر فيديوهاتك من الباقة الانترنت اللي على الموبايل طبعا يا شباب تاني حاجة هتكلم عنها وهي الموبايل الموبايل يا شباب واحد من اهم العوامل واللي انت هتعتمد عليها بشكل اساس طبعا الموبايل اهم منه الكمبيوتر نفسه انت ممكن يكون عنده الكمبيوتر طبعا الكمبيوتر بيشيه شغل كتير لكن الموبايل اهم لانه طبعا فيه الكاميرا وفيه طبعا ان انت هتوصل فيه الهند فريو وتسجل منه وطبعا فيه الحاجة الاهم وهي المسجل يعني دول اهم تلات حاجات موجودين في جهاز واحد هو الموبايل طبعا الكاميرا بتاعت الموبايل هتخليك ان انت تستغنع عن ان ان انت تشتري كاميرا بس طبعا ما هيش اهم من الكاميرا لان طبعا الكاميرات غالية جدا فالموبايل هو الحاجة الوحيدة اللي هيساعدك دلوقتي في انك تعمل فيديوهات برامج المونتاج والفوتوشوب اللي هي موجودة على الموبايل بيكون اسهل من اللي على الكمبيوتر بكتير طبعا دي تاني حاجة تكلمنا عنها تالت حاجة شباب وهنتكلم عنها النهاردة وهي المحتوى نوع المحتوى اللي انت هتقدمه طبعا اول حاجة يعني انت لازم تحط في دماغك كده قبل ما تيجي تنشئ قناع اليوتيوب ان انت ايه هو المحتوى اللي انت هتقدمه طبعا فيه محتوىات كتير جدا وهقول لكم المحتوى اساسا عموما بينقسم لتلات اقصى بس اقول لكم طبعا ايه انواع المحتوى المحتوى فيه محتوى طرفية فيه محتوى ثقافي فيه محتوى تعليمي فيه جيمينج فيه العاب يعني عارفوك على الشباب الجيمينج تختلف عن الالعاب الالعاب اللي هي شروحات الالعاب والبرامج وطبعا الجيمينج ان انت تلعب بابجي والالعاب ديت مع اصحابك فدوء انواع المحتوى فيه محتوى طبخي يعني فيه محتوى كتيرة جدا انت ممكن تتكلم فيها طب انت ازاي بقى تنشر تعمل محتوى على اليوتيوب فانت هحط في دماغك حاجة ايه الحاجة اللي انت متميز فيها وبتعف تعملها بعد كده بقى ابدأ واشتغل فيها ومش يعني مش عابل ان انت تبدأ من تحت الصفر لانه طبعا اول ما بدأت على اليوتيوب بدأت الفيديوهات بجودة يعني مش كويسة خالص وكنت بادئ بموبايل يعني اسمه تيكنو دابيو اكس سري الموبايل ده كان نص جي جريم وكنت باشتغل عليه ما كانش عنده كمبيوتر وعملت منه فيديوهات كويسة وفيديوهات تطلع مش كويسة يعني فيديوهات وفيديوهات في الفيديوهات بتطلع حلوة وفيديوهات لا لكن انت طبعا مع الوقت هتتعود وهتبدأ ان انت يعني هتعرف الشغل ماشي ازاي طيب دلوقتي بقى المحتوى اي محتوى عموما بينقسم لتلات حاجات والتلاتة دول مهمين في محتوى بيعتمد فيه اللي بيقدمه على الصوت باس زي الاغاني والمهرجانات في الاغاني والمهرجانات انت بتعتمد على الصوت باس بشكل كويس ببعض الصوت هنا بيكون أهم من الصورة بس طبعا هو معظم اعتمادوا بيكون على الصوت وبعد إعتماده على التطلع فهنا طبعا يا شباب بيكون الاعتماد على التطلع في الربق بين المنتاج والصوت النوع التاني طبعا أشباب هو الفيديوهات التصويرية ان انت تق Bruk Akamera وانانت تجيب كاميرا او موبايل وتصور والفيديوهات دي طبعا بيتعمل منها الفيديوهات الطابخ والفيديوهات الترفاهية والفيديوهات دي الفيديوهات يجبقي دية حتى التقدم을BE تحتاج tow Sí bewusорailاء فلازم تıylaهم져ют zittenًا فيهم كويس والصوات الطاقة coefficient 왜냐면 lecterneshmering fiscal legislatureInc. mlb. شباب هو ان انت بتاخد فيديوهات مثلا مسلسلات افلام وماتشاط والحاجات دي بتاخدها ان انت تنشرها. بس طبعا انا ما انصحكش ان انت تعمل محتوى من النوع ده. لان النوع ده من المحتوى انا كنت عامله قبل كده على القناة لو قلبت في القناة شوية كده هتلاقي الفيديوهات دي انا كنت بعملها. الفيديوهات دي بيتحذر منها كم كبير جدا من الفيديوهات. يعني انت لو نشرت بتاع 20 فيديو تقريبا ممكن يحذر لك منهم 10 فيديوهات 15 فيديو. فاليوتيوب هنا بيحذر كمية فيديوهات رهيبة. فالحظر ده يعني كتر حظر الفيديوهات هيخلي القناة تقفل واليوتيوب يبعت لك انذرات وبعد كده يقفل لك القناة. فانا هنا ارشح لك ان انت لو هتعمل محتوى ايا كان نوعه بقى انه يكون المحتوى تسجيل الصوت والصورة بتاعك انت. يعني انت لو سواء هتعمل محتوى صوتي هتعمل اغاني حاجات من ديت او هتجيب صور وتعرضها وتحط على صوت فانت لازم يكون المحتوى ده ملكك انت اللي بتصوره وانت اللي بتسجله صوت. وطبعا فيه الناس بتعمل فيديوهات شرح اللي بتصور شاشة الكمبيوتر او الموبايل وبيشرح على الكمبيوتر او الموبايل. فالفيديوهات ديت كويسة جدا تقدر ان انت تعملها. يعني مش شرط ان انت تعمل محتوى معايد. طب كده يا شباب يكون وصلنا لناية الفيديو ان شاء الله في الفيديو الجاي هتكلم عن اهم حاجة واللي انا زكرتها هنا كتير وهي الصوت. الصوت طبعا من اهم العوامل اللي انت هتحتاج لها. لان الصوت لو مش كويس والفيديو بجودة فيه ناس ممكن ما تشوفش الفيديو. اهم حاجة عندك الصوت. وطبعا فيه ناس ساعات بتعمل لجودة الفيديو مش مش كويسة اوي والصوت كويس. ففيه ناس بقى بتصغر الفيديو وتشوفه عادي جدا اهم حاجة هنا الصوت. مش الفيديو. طب كده يا شباب نكون وصلنا لناية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وتنسوش لايك وشير وسبسكرايب. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل بقية الاجزاء. وكان معكم محمد جابر السلام عليكم. اشتركوا في القناة